كانت مسامة ألف مبروك السيناريو مصير زي ما قلنا حد دياء 89 89 هدف للنادي المصري ولكن زي ما بنقول دايما لا تأمن لا تأمن وانت بتلعب النادي الاهلي إلا مع صفارة الحكم مضبوط فوز مهم جدا وغالي لأنك زي ما قلنا دي مباراة ما فيهش تعويد ده في دياء 95 كمان آه لا يعني لا ما فيهش تعويد يعني الدوري عادي أنك ممكن بتخسر وبترجع لأنه 34 مباراة لكن النهار ده الخسارة كان بخروجك صحيح خطأ سازق جدا من مدافع نادي المصري درب الجزاء صحيح ده إلياس إلياس هو جلس من جمع المباراة خطأ سهل جدا لأن حسين الشحات كرة مشتركة وخارج يعني واخدها ويخرج برة 18 شدوا من الشرط فطبعا الأخطاء وردة في كرة القدم لكن نادي الأهلي رجع في توقيت قاتل يعني دياء تقريبا 96 يعني ممكن كانت البعد اللي يعبد آه إلياس الجلس علي معلول يتصرف فيها كويس حطها في نص الجون يمكن المرات دي علي معلول من المرات اللي حطت الكرة في نص الجون وتمالي بيحطها يا أيمين يا شمال بس عملها بل كده في مباراة آه بس يعني الحارس ساعده كمان ده الوضع الطبيعي فهو حطها في توقيت صعب الغاية لما كمان القدوسي في الشوت الرابع تزديدة ميش بيها وستسدد راحت على شمال الحارس فالآهلي الشوت التاني تحسن نسبي في أداء النادي الآهلي إذا احنا قلنا الشوت الأولاني بالنسبة للنادي الآهلي كان شوت بعيد جدا معظم اللعبة ما كانتش في حالتها الشوت التاني الحركة بقت أفضل شوية الهجمات اللي فيها خطورة بقت أحسن شوية على المرمى المصري لكن النهايات معظمها كان وحش يعني أكتر من كرة لحسن الشحات للقندوسي من داخل 18 تزديد ضعيف جدا هو أحمد عبدالقادر في إيد الحارس يمكن لغاية الكرة بتاعة القندوسي اللي هي في الديها 107 تقريبا هي دي اللي راحت في الزاوية البعيدة على شمال اللي احنا شايفينها على الشاشة دلوقتي راحت على شمال محمود جاد هي دي تقريبا الكرة اللي تسددت فيها يعني بين 3 خشبات وبعيدة عشوية لكن معظم التزديد كان يا ضعيف يا في نص الجون في إيد محمود جاد يا نهايات بره 18 لكن بصفة عامة النادي الأهلي الشوط التاني بالذات تفوق عن نادي المصري كان أحسن الشوط الأولاني المصري كان متفوق فيه وكان بكمية الجاري بتاعته أعلى ومسيطرة على وسط الملعب الشوط التاني والتالت والرابع ان النادي الأهلي ابتدى يخش في اللقاء وجات له أكتر من ضربة ركنية تعددت الركنيات يعني والخطورة بتدت تزيد مبروك للنادي الأهلي وهارد لك للنادي المصري عملوا برضو مباراة تعتبر جيدة بالنسبة لهم والنادي الأهلي قدر بخبرته يحسن بكرة الخندوسي الشوط أو في الاكسرا تايم يعني واستحق نتيجة المغراب في النهاية